بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثامن من الفاصل الخامس لمقرر هندسة البرمجيات في الجزء ده يا جماعة نتكلم عن موضوع اسمه الـ Class Diagram لازم في الأول يا شباب نعرف يعني إيه Class Diagram ونفرق ما بين كلمتين ما بين كلمة Class وكلمة Object هدف إيه الفرق ما بين كلمة Class و Object بنقول يا جماعة كلمة Class معناها فئة فئة عامة والـ Object هي حاجة لحظية من هذه الفئة طيب ناخد مثال لو قلنا مثلا Class فئة الـ Student فئة الطلاب أو ها أيوة ممكن تبقى مفرد أو جمع فئة الـ Students فئة الطلاب طيب دي فئة عامة عشان كلمة نسمعها إيه Class طيب لو هدف ها يعني إيه هدف فئة يعني شيء لحظي من الـ Class طيب ناخد مثال احنا قلنا Students ده فئة فئة الطلاب طيب الـ Object مثلا أحمد أحمد ده إيه طالب في الحالة دي أصبح أحمد هدف من هذا Class فهمنا جماعة يبقى إذن Class فئة عامة الصورة الراحظية اللي فيها بنسمعها إيه ها Object هدف زي فئة الطلاب و هدف منها واحد اسمه أحمد Object اسمه أحمد جميل يبقى في الحالة دي جماعة فهمنا الفرق ما بين كلمة Class وكلمة إيه ها وكلمة Objects طيب بنقول إيه بقى جماعة بنقول إن الـ Class Diagram هو أحد الوسائل اللي بنعبر بها عن مين؟ عن الـ Classات أو الـ Classes اللي موجودة فين؟ في النظام وطرية الترابط ما بينهم يبقى إذن في الـ Class Diagram بنعبر عن مين؟ ها عن الـ Classes in the System and the Associations Associations دي معناها الارتباطات اللي ما بين الـ Classes ديت وبعضها البعض إذن ممكن نقول بقى إن الـ Class أو بيسموه الـ Object Class can be thought of a general definition هو تعريف عام لنوع من أنواع الـ Object System تعريف عام لحالة وليكن زي ما اتفقنا يعني إيه طالب؟ طيب الـ Association دي معناها إيه؟ Association معناها هو ارتباط ما بين مين؟ ما بين الـ Classes وبعضها البعض يبقى إذن الـ Class Diagram يعبر عن الارتباط الـ Classes مع بعضها البعض والعلاقات اللي ما بينهم طيب إحنا قلنا الـ Object الوقت بنقوله الـ Object لها حاجة لحظية مش كده؟ حاجة بتمثل حاجة لحظية من النظام يعني بنقوله الـ Objects represent something in the real world such as ممكن يكون مريض بيشنت أو تريتمنت أو علاج أو دكتور وهكذا ناخد مثال هناخد مثال كيف تترابط الـ Classes مع بعضها الـ Class يا جماعة بيتم التعبير عنه رمزيا بمستطيل زي ما انت شايف كده وبيكتب اسم الـ Class جوه المستطيل بيشنت يعني هذا Class اسمه بيشنت طيب الـ Class اللي بيرتبط معه برضه بيتحط في شكل مستطيل ويسمى مثلا Patient Record أو سجل مريض يبقى إذن هذا Class وهذا Class آخر يتم الارتباط ما بينهم عن طريق خط زي ما انت شايف كده طيب إيه حكاية واحد وواحد اللي موجودين دول واحد وواحد دول بيبين نوع العلاقة ما بين كل Class والتاني يعني فيه علاقة ما بين البيشنت والبيشنت ريكورد اسمها وان تو وان وهذا يعني ان كل بيشنت لاحظ معي في الكلام ده كل بيشنت له سجل واحد بس فإذن علاقة ايه وان تو وان معناها علاقة مفردة مع مفرد معيه كل بيشنت له ايه هه سجل واحد بس يبقى ده مثال مبسط على شكل يوضح ال Class Diagram لمين للميديكال هيرسيكير سيستم اللي احنا بنتكلم عنه اتنين Class ما بينهم علاقة بينهم خط يوضح العلاقة ولازم تحدد كمان نوع العلاقة اللي هي مثلا وان تو وان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى